فأكو شيء اسمه تصوير الماكرو أو تصوير الشغلات الدقيقة يحتاجوها أهل تصوير المنتجات اللي يريد يدخل هذا المجال أو يدخل مجال الأشياء اللي تكون صغيرة هنا أنا عندنا الميت ملم هي اللي تقدر تطلع عندنا هذا الصور فأنا إذا قررت مستقبلاً أشتري عدسة أصور بيها أشخاص أروح أشتري الخمسين ملم قررت أشتري عدسة أصور بيها منتجات أشياء قريبة أصور بيها مجوهرات أي أشياء صغيرة لازم أعرف أنا أحتاج عدسة البعد مالتها ميت ملم أيضاً هنا نشوف الميت ملم إذا أردنا نصور بيها وجوه مثلاً لازم نرجع مسافة كلش بعيدة حتى نقدر نصور الهتشتام بشكل شبيع أيضاً عدسة الميت ملم اللي شوفت لكم إياها البارحة هاي البيضة الزاوية مالتها زاوية الرؤية عشرة درجة فقط وهذه نقدر نصور بيها الأشياء من بعيد فإذا أكو إفنت إذا أكو حدث معين إذا أكو تفاصيل معينة نقدر إحنا من خلالها للتليفونات هسا راح أشوفكم الزوايا مالتها شكل هنا راح نشوف إنه الميتين ملم نقدر إحنا نصور بيها الأشياء من بعيد بدون ما إحنا نتقرط للأجسام اللي رد نصورها بعدها يجي نفت شيء اسمه أربع ميت ملم هذه زاوية الرؤية مالتها خمس درجات وبالتالي نقدر نصور بيها الأشياء كلش من بعيد فنشوف إنه نقدر نصور بيها طيارات نقدر نصور بيها حيوانات من مسافات بعيدة بدون ما نتقرب عليه أو هذي اللي يستفادون من أداء مصورين الحياة البرية أو مصورين الرياضة هاي اللي تشوفوا باللعبات بيضة طويلة حد شبيرة لذلك الأسعار مالتها توصل إلى حد العشرة آلاف دولار أو 12 ألف دولار فقط للعدسة بدون الكاميرا تمام شباب؟ جيد طبعاً أكون نوع من أنواع العدسات نسميه فش آي أو عين السمكة الفش آي أو عين السمكة تنطيني زاوية 180 درجة 180 درجة واللي تشوفون هذه تطلع الصور مرات مباوة حاليا تطلع صور محدبة والتفاصيل كلها صاير بيها تحده بكلش قوي كأنما نفس العين مال السمكة فيسموها زوايا عدسة عين السمكة أو فش آي وأكون نوع بعض أيضاً من العدسات هو اللي يسوي لي الصورة على شكل دائرة 180 درجة وهذه إلى استخدامات محدودة جداً تقدر تستفاد من عدها فبالعادة ما تكون ممكن تشتري لك واحدة رخيصة إذا مستقبلاً قررت أنه أنت تطور نفسك بمجال التصوير فتقدر أنت تأخذ عدسات الفش آي وكهواية أنواع من عدها تكون صغيرة ورخيصة هذه تقدرون تسويها سكرينشوت تحتفظون بيها حتى تقوم الأسماء والأرقام مستقبلاً ممكن أنت إذا ردت تتعرف أكثر راح تلقى هاي العدسات موجودة قدامك الآن خليني أرجع أشوفكم مجموعة من العدسات أيضاً تقدرون تأخذوا لها سكرينشوت تحتفظون بيها فيما لو ردتوا أنتوا باشر عقبة تشترون عدسة فعدنا هذه مجموعة من العدسات هي والأسماء مالتها نقدر إحنا نستفاد من عدها فعدنا عدسة العشرين ملم نسميها ألترا وايد عدسة الخمسة وثلاثين ملم نسميها وايد أنجل عدسة الخمسين ملم نسميها النورمل لأنه تشبه العين الخمسة وثمانين نسميها تليفوتو والأربعمائة ملم نسميها سوبر تليفوتو هذه العدسات اللي يكون بيها رقم واحد نسميها برايم يعني ثابتة أكون نوع آخر من العدسات يجي مكتوب عليها رقمين اللي هي ثمنطعش خمسة وخمسين ستطعش خمسة وثلاثين أربع وعشرين سبعين ثمانية وعشرين ثلاثمية سبعين ميتين ميتين أربعمية هذا اللي نسميه نزوم يعني زوم يعني بيها بعديا بؤرية فتأكد الآن أنت من العدسة مالتك رح تلقى العدسة مكتوب اللي تجي ويا الكاميرا اللي قلنا عليها الكاميرات الرخيصة أو ما للمبتدئين يجي مكتوب عليها ثمنطعش خمسة وخمسين بينما الكاميرات اللي شوية تكون احترافية أكثر يعني تسعمية دولار وفوض يجي مكتوب عليها ثمنطعش مية وخمسة وثلاثين يعني تنطيني زوم أبعد أوكي شباب فهذه العدسات رح نشوف أنه هنا نعدنا الفيش آي وأيضاً أكو واحدة من العدسات التخصصية اللي متوفر من عدها كموحدة فقط بالعالم اللي هي زاوية الرؤية مالتها ميتين وعشرين يعني إذا وقفت ورها وخشمك شبير العدسة تطلع خشمك أوكي هذه أيضاً مجموعة من العدسات ممكن تستفادون من عدها وهذه الاستخدامات مال عدسة الفيش آي خلي نشوف وين نقدر نستخدمها شون نقدر نطلع بها صور حلوة فالآن تباوع هذه الصورة شون نطلعت لك الأفق على شكل دائري أيضاً هذه الصورة رح نباوع أنه نطلعت للمكان كله بشكل غريب وممتع للعين أيضاً هنا رح نشوف شون طالعة الزاوية عندي كلش واسعة والمكان كله واضح والتفاصيل كلها دعن نشوفها لأنه العدسة الزاوية مالتها 180 درجة جداً واسعة هذه أيضاً بعض الاستخدامات مالتها أنه نحن نقدر نحصل بها على زوايا غريبة إذا خليناها بالقاع أو إذا خليناها من فوق رح نقدر نطلع بها زوايا كلش حلوة فنشوف هنا أيضاً هذه بعض الاستخدامات مال العدسة وتقدر مستقبلاً تشتري وحدة وتخليها ويجنطة مالتك لأنه نطلع بها لقطات حلوة وتكون ممتعة للناس اللي يشوفون الصور مالتك أيضاً تقدر تستخدم هاي العدسة بالمكانات اللي جداً ضيقة ويبين المكان حل شبير يعني هذا المكان الآن هو المساحة مالتها صغيرة بس لأنه مستخدمين هاي العدسة دي يبين فتشي كلش شبير وهي واحدة من فوائد هذه العدسة أيضاً شوفوا هنانا مجرد ما أنت تأخذ بها هذه الزاوية رح يطيقفت شي غريب ممتع للعين ومو أي واحد يقدر يصور أو يشوف هذه الزاوية وهذه أيضاً استخدامات ثانية إلها دائماً إحنا نستخدمها بالقاعات اللي بيها تفاصيل مساحة شبيرة بالإفنت بالعراس نقدر نصور مساحة كلش شبيرة كلش حلو تطلع عندك صورة تشوفك المشهد كله بالألبوم أو بالعدد الصور اللي تسلمها للزبوم هذه هنا شوف استخدمها حتى يصور السقف لأنه السقف بزخرفة جداً عالية أوكي شباب هذه كلها أشياء نستخدم بها عدسة الفيش آي فقط حتى تتعرفون عليها هنا رح نشوف الأبعاد البؤرية الأربعة وعشرين ملم أقدر أصور بها بزاوية واسعة خمسين ملم تكون أضيق ميت ملم تكون بعد أضيق وهنا هذه مخططات لكل عدسة أيضاً رح تتنضيكم إياها بالبي دي اف حتى أيضاً تجربون وتفهمون بشكل أكثر هنا نشوف مثلاً هذه نصوريها بعدسة السبعين ميتين رح نشوف أن التفاصيل مختفية اللي وراء ونصورين الأشياء وهي من مسافة بعيدة نشوفوا شوية شوية يقرب حتى يطلع تفاصيل أكثر ويحصل على تفاصيل أدق تفاصيل أدق بدون ما يتقرب أوكي شباب أحد عنده سؤال ممتاز الشغلة المهمة اللي بالعدسات حتى نخلص من آلية التحكم بالكاميرا العدسة مثل ما قلنا مثل العين بيها دائرة هاي الدائرة نقدر نسويها واسعة ونقدر نسويها ضيقة هذه الأرقام داخل الكاميرا يرمزلها بالرمز F فكل ما ظغر الرقم كل ما كانت الفتحة واسعة يعني إذا كان الرقم 1.4 يعني الفتحة كلش واسعة يعني تدخل إضاءة أكبر وإذا كانت الفتحة مالتي ثمانية يعني الإضاءة مالتي ضيقة يعني الإضاءة اللي راح تدخل للكاميرا تكون أقل طبعاً مو كل العدسات بيها فتحات واسعة حتى تشتري عدسة بيها فتحة واسعة لازم تدفع فلوس بواية فالعدسة اللي تجي ويا الكاميرا يكون الفتحة مالتها 3.5 ما تقدر تنزل أقل بس إذا تريد تحصل على عدسة مثلاً 2.8 أو فتحة 1.4 أنت لازم تصرف لك بالقليل 600-700 دولار حتى تحصل لك عدسة بيها فتحة واسعة وما تخليك أنت تضطر ترفع الآيزو بالكاميرا وتحصل أكو تحبب بالصورة فهنا راح نشوف أنه كل العدسات هذه باعش وفايا العدسات تقدرون تأخذوا لها السكرين مكتوب يامها F1.4 يعني فتحتها تكون كلش واسعة 85 ملم يعني الزاوية مالتها 85 بس الفتحة مالتها 1.2 هذه كلش واسعة 400 ملم يعني نقدر نصور بها أشياء بعيدة بس الفتحة مالتها 2.8 أيضا واسعة هنا أنا عندنا عدسات ثانية 70-200 يعني عدسة زوم الفتحة مالتها 2.8 تعتبر فتحة واسعة ودائما العدسات اللي فتحاتها واسعة تكون أسعارها غالية يعني مثلا هاي العدسة البيضة شركة كانون عدهم نفس هاي العدسة وحدة الفتحة مالتها أربعة نفسهم 70-200 وهم 80-200 بيضة والثانية الفتحة مالتها 2.8 اللي فتحتها أربعة سعرها 600 دولار واللي فتحتها 2.8 سعرها 1300 دولار حتى بس تتخيلون الفرض أوكي شباب هذه اللي هي فتحة العدسة الفتحات بالكاميرا تبلش من 1.4 وإلى حد الـ 22 كل العدسات بيها 22 16 16 18 8 5.6 4 وراها 3.5 بس مو كل العدسات بيها فتحات جوة 3.5 فراح تلقاكوا فتحات عدسات حد هذة الأربعة أوسع شي عدسات أوسع شي بيها 3.5 وأكوا عدسات تقدر تنزل بيها أكثر فهيضا لازم تنتبهون عليها هنانا أكو مثل ما عرفنا إحنا الآيزو يتحكم بالحساسية بس خلي نقول العوامل المساعدة وأنها خلي شون نسميه يعني الآثار الجانبية مال الآيزو العالي يطلع عندي نويز يطلع عندي تحبو الآثار الجانبية مال سرعة الغالق يطلع عندي اهتزاز الآثار الجانبية مال فتحة العدسة الواسعة تطلع لي أكون عندي عزل كلش قوي فدائما مرات إذا شفت أنت الصور مالتك يكون بيها خلفية معزولة وغواية أو إذا ردت باتشر عقبة تحصل على صورة بيها عزل شبير أنت لازم تستخدم فتحات واسعة مثل واحد أربعة فنشوف الآن هسة واحد أربعة رقم سبعة بالمصدرة فقط هو اللي ينبين وباقي التفاصيل من بينه فتحة ثنين رح نشوف الفتحة تصير أضيق الإضاءة تصير أقل بس التفاصيل تصير واضحة أكثر ثنان ثنين ثمانية أيضا التفاصيل رح تكون أوضح أربعة المصدرة رح تكون أوضح بس الإضاءة مالتي رح تقل خمسة بوينت ستة الإضاءة مالتي رح تقل أكثر بس العقام على المصدرة تتبين أكثر ثمانية المصدرة بلشت تكون واضحة بس الفتحة مال الحدثة أقل يعني شنو يعني أنا إذا ردت أطلع المصدرة كلها لازم أضيق الفتحة ورح يطلع عندي نويز العفو رح يطلع عندي إضاءة ضعيفة فأني أفضر أرفعس الآيزو ويطلع عندي تحبو بينما إذا كان عندي ستان أقدر أنا أخلي الآيزو مية حتى ما يطلع عندي تحبو وأقدر أخلي الفتحة ثمانية حتى إذا كانت ضيقة بس بمن أعوض أعوض بسرعة الغالق أخلي سرعة الغالق بطيئة حتى الطب كمية ضوة أكبر بس شرط أنه أنا أصور ألستان وأصور أشياء ثابتة لذلك اللي يريد يصور منتجات مثلا أنت عندك فتشي منتجات تتخليها وتريد المنتج كله يطلع واضح ما تريد يصير أكون عندك أزل بالخلفية نستخدم فتحة عدسة ضيقة آيزو قليل سرعة غالق بطيئة ونثبت الكاميرا على استان ونثبت المنتج اللي يريد نصوره أيضا بمكان هنا أنا فتحة عدسة رح نشوف أيضا يصير أوسع فتحة عدسة عدسة يصير المصدرة كلها مبينة والفتحة مالتنا تكون جدا ضيقة فتحة 22 صورة مالت المصدرة كلها تبين بس الفتحة رح تصير جدا جدا ضيقة أوكي شباب وهنا أنا رح نشوف الفرق بين الواحد أربعة وبين الاثنين وعشرين واضحة شباب ممتاز هسا خلينا نشوف مجموعة أمثلة للفتحات الواسعة الآن إذا استخدمنا واحد أربعة رح نشوف أنه الخلفية مالت كلها بيها عزل بس الجزء المقدمة بتفاصيل وهذا اللي خليني أنا أقدر أشتري حدسة بيها عزل كلش قوي إذا أردت أنا أشتري لازم أنتبه على رقم الاف نانا ثنين ثمانية رح نشوف العفو فتحة ثنين رح نشوف إضاءة هواية وشوية التفاصيل تكون أوضح ثنين ثمانية رح نباوع ذول اللواعي باللي بالأخير مواضحين بس المواضحين أقل من أول صور يعني لو نقارنها بأول صورة هنانا نهائيا ما نبين من عنده شي بينما هنا شوية نبينين لأنه الفتحة صارت أضياء هنانا رح نشوف فتحة أربعة الخلفية مالتي أيضا صارت معزولة هنانا فتحة خمسة بوينت ستة تفاصيل مالتي تبلش كلها تصير تقريبا واضحة هنانا فتحة ثمانية رح نشوف التفاصيل أيضا كلهم واضحة من البداية للأخير كلهم واضحين فتحة دعش رح نشوف التفاصيل مالتي كلها مبين واضحة فتحة ستة عشر رح نشوف كل شي يكون واضح فتحة ثنين وعشرين يكون كل شي بها واضح لذلك إذا ردنا نصور طبيعة نحتاج أن نصور في فتحة عدسة ضيقة نسميه بلور بالخلفية بينما إذا ردت أني أصور مثلا وجود فأني أحتاج أصور بفتحات عدسة واضح واسعى حتى يطلع عندي عزل بالخلفية لأنه العزل كلش حلو والعين تحبه وتحتاج أنه أنت تطلع هيش تفاصيل تمام شباب جي أحد عند السؤال شباب عدسات يعني كل هذه فتحة عدسات تغيير مو صحيح بس يعني ثقف الفتحة العدسة يعني ثائل العالي واحد بس كل ما تقلق أنت حت تدفع الفوص بس يعني مثلا هزا تشتري عدسة يعني كلهم بيهن فتحة عدسة كلهم باوع كلهم بيهن من الأربعة أو من ثلاثة بوينت خمسة لل 22 و بس بس مو كلهم بيهن جو الأربعة بوينت خمسة العفو مو كلهم بيهن 2.8 مو كلهم بيهن واحد ثمانية واحد أربعة مو كلهم فلذلك أنت من الأربعة وفوق تقدر تحصلها ما عندك مشكلة التريد أوسع فتحة أوسع حتى تحصل على إضاءة وعزل أكبر لازم تدفع مبالغ وتشتري عدسات بأرقام أعلى الآن خلينا نجي على هذه بس حتى أشوفكم التأثير مع فتحة العدسة الآن إذا صورت على فتحة 2.8 فرضا أوكي أخذت صورة راح نشوف أنه هذا المهرج بالخلفية وهذه الأقلام والدعابل راح نشوف أنه ما بها تفاصيل تفاصيل كلها ما واضحة بينما إذا ضيقنا الفتحة وخليناها مثلا 22 أوكي وأخذنا صورة راح نشوف باع المهرج هنا أنا بين الأرقلام ما التي بينت فأنت هنا اللي تقدر شنو اللي تحتاجه هل أنا أريد التفاصيل تطلع واضحة لو ما لت تطلع واضحة ونرجع ونقول كل العدسات بيهم من الأربعة لل 22 بس مو كل العدسات بيها جو الأربعة فأنت تريد أزيد تدفع فلو زيادة أوكي شباب اللي هنا أنا واضح ممتاز اللي أريد من عدكم هس أريد هذا الموقع موجود عدكم كل ما صير عندك مجال أقعد بحوش بي لعب راحتك حتى تشوف الأفكار مالت أو تشوف تطبق بطريقة عملية وتحس أنت تشوف الفرق بعينك وأيضاً التطبيق أتمنى أنه أنتو تنصبوا هذا اللايت روم لأنه راح نستفاد من عنده بالتصوير وأيضاً راح نستفاد من عنده بمعالجة الصور ورما نصورها سوية ونشتغل عليها فأتمنى أنتو أنتو تنصبوا وتخلوا جو إيدكم حتى نقدر نشتغل بي سوية والتعديلات اللي نسويها بي أنتو أيضاً تجرب بها أنا أشكركم جزيل الشكر وطبعاً أنا أعتذر دع أجر إياكم الجرة بدون راست بس أنتو ما شاء الله تخبلون وتسوون واحد ستخلون واحد يسولف براحتك بالتليفون لو حاسبة الاثنين تقدر تتحكم بيهم سواء بالتليفون أو بالحاسبة بالاثنين تقدر تتحكم بي وتستخدم عاش تيتكم شباب إذا ما عدكم شي فنتوكل ونشوفكم إن شاء الله باجر بنفس الوقت إن شاء الله أصلا شكرا شكرا حبيبي شكرا لكم شكرا جزيلا